أهم توقعات الفلك لموليد السراطان بشهر حزيران جفون من عام 2021 عزيز السراطان هيدا شهر رومانسي بيغمرك بيدفقه وآفاقه الحلوة خاصة بين 23 و27 وبيجعل أعمالك تحلق والأخبار تجي اكتباعا بشكل إيجابي جدا خاصة بين 23 و11 بس الجو العام بيمجمله جيد وبيطمنك وبيولد حنين وتوقل التلاقي مع أصدقاء ديمة جدا أو التعرف إلى أصدقاء اجتاد أيضا بتكون متفق معهم وبيغزوا فكرك وروحك وبيحمولك أفكار بناء وجيدة وبيجعلوك أكثر تفاؤل هيدا شهر مناسب للبدء باستثمارات مالية ومفاوضات بتقودك لتغيير ما لازم تشتغل لأله أو الاحتفال بمناسبة جميلة أو التحليق بنجاح وبجاذبية وحب تنتظرك يا عزيزي سعادي وأزدهار وأرباح وفرص تجيك بدون انذار بتشعر بحريتك أكثر من أي وقت مضى وبإشراق بجرزب لألك العائدات حان الوقت حتى تشتغل وتعرف شو بدك ويمكن أنك تقوم بيلي بدك يه بدون قيود مثل ما كان بالسابق هالقيود عنايت منا بدون أي شك وهلأ لح تتحرر منا أهلا بهالحرية يلي بتوفر لك السعادة وبتدفعك للتصرف بدون النظر للآخرين أو بدون موافقتهم اعتني بنفسك ما تبالي إذا اتهمك أحدهم بالأنانية أنت عزيزي السرطان بتعطي من كل قلبك فبيحقلك بوقت ما أنك تفضل مصلحتك على أي مصلحة أخرى بسجل الشهر قصفوف بتاريخ عشرة ببرج الجوزة بس ما بيأثر عليك بطريقة سلبية ولو أنه بتحدث عن بعض الأحلام والماضي يلي بيرجع إلى حياتك أو بشير لبعض البوح وفضح الأسرار كما أنه بيدل على إقفال الباب على بعض الماضي والتنصل من بعض الالتزامات مع هالكسوف تطرق تغييرات على بعض المحيط أو على وضع مهني أو عائلي ويمكن تعتني أنت أيضا معه بصحة أحد المقربين الكسوف أيضا بيأثر على الوضع المادي وربما بتغير استراتيجية معينة على أثره وبما أنه بيشكل تنافر مع نيبتون ومركور فبيحذر من بعض المخاطر أثناء سفر معه وبيحث على دراسة كل المعطيات قبل التحرك لشك أنه بيشير أيضا لتغيير بالعمل وفي المسار كما إلى بعض الأخبار الدرامية يلي بتخذ زميلة إلك أو مقرب أو إلى بعض الأحداث العامة يلي بتأثر مباشرة على توشهدك بيزعدك المناخ العاطفية عزيزي مناخ دافئ بغازلك طوال الوقت بتتوصل إلى مبتغاك بتفرح باللقاء بيغير مجرى حياتك ربما أو يمكن تعرف موعد مهم على الصعيد الشخصي ومغامرات عديدة ولقاءات تشرق بحياتك فبيزول هالتحفظ الطبيعي عندك وبسود شعور بالإقدام والجرأة بالتعبير عن الزيت ما رح تندم على خطوة بتقوم فيها أو قمت فيها بالسابق مراعاة لشعورك أو شعور من تحب لأيام تثبت لك إنك على حق أيضا بفاجأك البعض بالمواقف بتفرحك أو بتقدم أحدهم بطرح أو بعرض بيشعرك بالأهمية ما تنسى أن المشهد الفلك العام بيدللك جدا وبيجعل كل مشاريعك إيجابية ويدعم خياراتك مهما كانت حازر بس من إحساس مرهف يمكن يؤدي لبعض الخلافات مع الزوج أو الشريك المناخ العام بيحمل طرف الآخر إلى أنه ينظر لإلك بحنو وبرعيك بكل ما عم تقدم عليه يمكن يجي صالحك من بعد ما جفاك بالسابق أو يمكن يتوب أحدهم عن تصرفات جعلتك مستق جدا ما في روتين بهالشهر ما في ملل لحظت كتير في نجاضات احتفالات تنقلات وحتى ربما في سفر يمكن تلتقي بالشريك الميسيري اللي عم تبحث عنه وهالشي أثناء مناسبة أو عن طريق الصدفي وربما بعد مشادة كلامية اللي بيحدث لبعض موليد السرطان بيكون نادر جدا يمكن يفق أحد الموليد عقده وتحفظه وبيجعله أكتر تحرر وانطلاق من السابق حتى دفاعاتك بتسقط بهالشهر قدام بياللي بتعجب به بصورة كبيرة يمكن يخترقك الحب على غير موعد أو يحبس أنفاسك أو يجعلك أسيره يا عزيزي تكره كلمة أسير طب تتسير أنت ملكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر